من هذا المؤتمر الصحفي خرجت الاتهامات الأبرز لحكومة بوريس جونسون حتى الآن فبحسب تقرير هذه اللجنة البرلمانية الذي طال انتظاره فإن الحكومة البريطانية تقاعست عن التعامل مع أدلة دامغة عن انتهاكات وتدخلات روسية في الحياة السياسية البريطانية التقرير عدد أشكال التدخل الروسي في أحداث تاريخية فاصلة في بريطانيا منها الاستفتاء على استقلال سكوتلندا عام 2014 والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت عام 2016 بالإضافة لعمليات قرصنة وهجمات إلكترونية وأنشطة التجسس وغسيل الأموال تقرير لجنة الاستخبارات والأمن يشير إلى أن الحكومة تحاول الآن تدارك الأمور بعد تخاذلها في التصرف في الوقت المناسب أحد النواب دعا إلى فتح تحقيق فوري وأكد التناقض بشكل فادح مع استجابة الولايات المتحدة للاشتباه بالتدخل الروسي في الحملة الرئاسية عام 2016 من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن روسيا على رأس أولويات الأمن القومي بعد حملات التهديد الإلكتروني في المقابل رفضت روسيا اتهامات التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة والانتخابات البرلمانية البريطانية عام 2019 مؤكدة على أنه رهاب روسيا على صورة أخبار زائفة فليب جارداق العربية